وينضم إلينا من القاهرة السيد سليمان مجودة الكاتب الصحفي والمحل السياسي سيد سليمان أهلا بك معنا هل اقتربنا إذن من عملية فوضية جديدة بين الجانبين؟ يعني أعتقد أن هذا الاجتماع الذي تم اليوم يعني يجعلنا قريبين من إطلاق عملية سلام جديدة أو تحريك القضية من مكانها على الأقل لأننا نعرف أن هذه القضية يعني أصيبت بالجمود طوال سنوات أربع قضاها دونالد ترامب في السلطة بكل الحيازه المعروف والمعلن إلى إسرائيل الآن أو اليوم هذا الاجتماع الرباعي على مستوى الجلال الخارجية المصري الأردني الفرنسي الألماني أظن أنه يأتي استجابة لشيئين الشيء الأول الصيحة أو نداء الذي أطلقه الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بعقد مؤتمر تحت رعاية دولية الشيء الثاني هو أن هناك إدارة جديدة سوف تدخل البيت الأبيض خلال أيام معدودة وهذه الإدارة يعني من خلال الإشارات الصادرة عنها تقول أنها رغبة في أن تكون أكثر موضوعية في النظر إلى القضية الفلسطينية وفي التعاون معها وفقها قرارات الشرعية الدولية التي تناذي بحل الدولتين وبدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كيف تتوقع أن يكون إذن دور الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة أستاذ سليمان إذا كانت الولايات المتحدة السابقة والإدارة السابقة منحزة كليا كما ذكرت حضرتك للجانب الإسرائيلي يعني حتى الآن نحن نتحدث عن نوع من الأمنيات أو التمنيات من خلال الإشارات كما قلت التي صدرت عن رموز في الإدارة الجديدة إدارة جو بايدن لكننا سوف نختبر هذه الإشارات فيما بعد العشرين من يناير عندما تكون هذه الإدارة في السلطة وعندما يكون عليها أن تتصرف وأن تكون أكثر موضوعية في النظر إلى القضية الفلسطينية وأتصور أن توجهات هذه الإدارة سوف تكون بالضرورة مختلفة عن توجهات إدارة الرئيس ترامب لأنه منذ البداية إنحاز للأسف إنحيازا واضحا وسافرا إلى إسرائيل دون أن يضع في اعتباره أن هذه القضية تنتظر وساطة النزيهة من جانب العاصمة واشنطن الآن أو خلال أيام أتصور أننا سوف نكون في انتظار وساطة نزيهة بين الطرفين وساطة تلتزم بقراءات الشرعية الدولية وساطة تذهب إلى حل الدولتين الذي هو محور الحل في هذه القضية هل هذه الوساطة دائما ستكون من نصيب الولايات المتحدة؟ أم يمكن أن نرى دورا أكبر للدول الأوروبية التي لطالما هي تشجب هذا الاستيطان وترفض الاستيطان ولكن لا تقوم بالشيء الكثير أو الكبير ربما للدفع بعملية السلام قدما مثلا كالاعتراف بدورة فلسطين والله يعني الفلسطينيون يعني يأسوا أو شبه أو يأسوا من الوساطة الأمريكية لأنهم جربوها مرارا وفي كل مرة كانوا يسمعون كلاما ولا يرون فعلا ووصل ويأسهم خلال السنوات الماضية إلى حد أن الرئيس محمود عباس طالب برعاية أخرى غير الرعاية الأمريكية لم ينكر طبعا الرعاية الأمريكية ولم يستبعدها ولكنه طالب برعاية تكون بالتوازي مع الرعاية الأمريكية لأنه رأى أن أمريكا كراعية ليست راعيا نزيها في القضية يعني من خلال الشهور الأولى لإدارة الرئيس جو بايدن إذا ثبت أنها إدارة موضوعية في التعاون مع القضية الفلسطينية فمن الممكن أن تذهب القضية إلى حل لا إذا لم يثبت ذلك أتصور أن الفلسطينيين سوف يطالبون أو يجددون طلبهم القديم بأن تكون هناك رعاية أوروبية إلى جانب الرعاية الأمريكية أشكرك جزيلا شكرا للقاهرة سيد سليمان جودة الكاتب والمحلل السياسي شكرا لحضرتك ترجمة نانسي قنقر